أول مرة إذا ما قالوا لك خلاص أنت بيت في النادي الأهلي عملت إيه؟ تكلمت والدي أه وقلت له حتى كان نايم وقتها الكلام ده هو كنت في المنصورة بقى أنا كنت في المنصورة في النادي لما جاء الخطيب شفت العربية ودخلة وبعد كده أنا عرفت أنه خلاص خلاص تمام قلت بتخيل إن ده ممكن إيحصل لا طبعا بدليل أنا بيكلم والدي والدي بيقول لي يعني تقول له النادي الأهلي خلاص وكابت الخطيب هنا ومش عارف إيه مش مصدق أعرف ألعب جيب سرعة على النادي أه ما جايش بقى النادي روح طيله أنا بقى يعني والدي من الناس المؤثرة جدا في حياتي الله يرحمه يا سيني بنا يرحمه يا رب ومن الناس الطيبة جدا جدا الله يرحمه يا سيني والناس اللي تعلمت منها يعني أعمل الصحة حتى لو على أي حاجة طبعا مفش حاجة المفروض أه ولكن الدنيا دوقتي دونية لغباطة بعد ما بلقته الخبر ده قالك إيه بقى ما هو مصدقش طبعا فروحت له البيت بقى مفتكر بيحلم أي منهم آه عارف لو قلت له لأ خلاص وقال لي كابت الخطيب قلت له أه يا كابت الخطيب جي نادي ومش عارف إيه وحصل كذا 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 وهنروح إن شاء الله كان فيه مطش سوبر سعودي تقريبا أو مش فاكر كانت بفرقتي كده وأنا هيروح بعد المطش على طول حتى فيه مطشات في المنصورة كان بقى ما كملتهاش خلاص بقى آه فده كان حدث مهم جدا جدا طبعا أول لحظة دخلت فيها النادي الأهلي مين اللي قبلك؟ كنت ألان جد مبداي ألان جدا رايح عندك ثقة وراجل ليدر بس دخلة النادي الأهلي مختلف أنت رايح في في معقل تاني خالص آه قصة تانية خالص لأن أنت أنا بتابع النادي الأهلي كمشجع أنا بشوف الجمهور عملي إزاي وبشوف اللعبة بتعمل إيه وشوفت الأجيال كلها فأنا رايح في حتة أنا عارف أنا رايح فين برضو الموضوع مش سهل ومش بالبساطة أن أنت تروح كده عادي ولكن كابتن هادي خشب وكابتن وليد صلاح الدين دول اللي قابلوني من يعني وأنا داخل هم دول اللي مقابليني مين اللي قابلك؟ وليد صلاح الدين وكابتن هادي خشب وكابتن هادي خشب آه بص المعاملة أمش بايش مصدق بقى إيه حوار اللي دار بينكم؟ رضا ومش عارف إيه حبيبي اتنورنا وشرفتنا ومش عارف إيه وربنا معاك وشجحي لك وإحنا مستنيينك وحسيت أنه وأنا بقى لي فترة في النادي آه فروحوا كسرين حتة الدخل بقى آه دخلت كمان بقى كابتن علي ماهر وكابتن هشامحنا فيه وكابتن ياسر من من المسؤولين اللي قابلك في النادي؟ لا أنا قابلني اللعيبة الأول اللعيبة بس اللعيبة على طول بخدت على غرفة ملابس؟ آه فلاقيت الموضوع عارف ما تبقى عاد في النادي بقى لك فترة خلاص دوبوا بقى ما فيش حاجة خلاص من أول حاجة وبعد كده حتى ما لبستوا نسلت التمرين فأنت بتجري طبعا القدام لا حضوك قدام الجيل القديم وإحنا بقى الصغيرين بقى في الحرف وراء إنت بتجري في الأول صف الأولاني مع الناس تعال أولي كابتن يدي قال تعالي هنا جنبي ورحمه فهي دي قيمة النادي الأهل وهو دا النادي الأهل موضوع لإحنا بنتعلمه أو دا اللي انت المفروض بتاخده بتنميف بعد كده قلت الفرقة بقى في التمرين بقى آه مباجر معهم لأ الموضوع خلاص يعني تاني يوم كان الموضوع بالنسبالي فيش حاجة خالص خلاص قابلت مين بعد كده بقى من المسؤولين في النادي الأهل بص أهم ميزة في النادي الأهل انت بビش مسؤولين خلاص انت ب larميش عقدة أصل نتخصص مستر مانو الأول سنة مانو الوجزيزي دي أنت كنت أول سنة مع مانو الوجزيزي أه أول سنة اللي هو أول فترة كان موجودة كابتن أعلى عب صادم أعدت فترة دي لحد ما اندمجت ودخلت مع الفرقة في الرياض أنا والله العظيم من تاني يوم من تاني يوم أنا مع الفرقة لأن الجيل كان كابتن أبو المجد ومصطفى وأبو مسلم وحسين أمين وقوى الرياض وحسام غالي وسام حسني وكنا سبعة تمانية في منتخب واحد